السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا رب تكونوا بخير بصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم بإذن الله هنعمل معكم محفظة نقود على شكل ساكودو بالسكاي تصدح كمشروع للمكثة في البيت كما تقدري تعمله لنفسك او لبنوتك لذلك اذا كنت لأول مرة تشوفي فيديو من فيديوهاتي نقل لكم معالك الا الاشتراك والانضمام للقناة اذا هنا نحتاج الى السكاي او الجلد الثمن تعود الـ 45 الف ونحتاجه الى السحاب طوله 23 سنتيم اذا نحتاجه الى قطعتين اذا القطعة الاولى الكبيرة طولتحه 22 سنتيمتر على 8 سنتيمتر 22 على 8 اذا هنا نعينه 9 سنتيمتر على اليمين 9 سنتيمتر على اليسار بهذا الشكل باش تتعيننا القاعدة في الوسط ثم نطويه هذا القطعة على اثنين ثم على اربعة نطويه القطعة هذه على اربعة بهذا الشكل ثم نقصه من فوق على شكل قوس بنتحصله على شكل بيضاوي هكذا بهذا الطريقة نتحصله على هذا الشكل البيضاوي كما قلتلكم اوضال اذا نحكمه القطعة تعناتة السكاي بهذا الشكل نطويهها على اربعة ونقصهها مع بعضها باش يجينا الشكل معدول اما بالنسبة للقطعة الثانية عندها نفس الطول القطعة الاولى لكنها تختلف في العرض الطول تحق 22 سنتيمتر على 5 سنتيمتر 22 على 5 سنتيمتر اذا نخذ من هنا اربعة سنتيمتر ومن الجهة الاخرى اربعة سنتيمتر ايضا نطوي القطع على اثنين ونخليه بحوالي نصف سنتيمتر من هنا ونصف سنتيمتر من هنا ونفتحه في الوسط جهة تركيب السحاب اذا كيمة تشوفوا لهنا خلينا 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر وفتحنا في الوسط مكان تركيب السحاب اذا نشوفوا الطريقة مع بعض هنا البنات نبدأ أول شي بالصحاب نديره الوجه على الوجه بهذا الشكل ونلسقه جهة اليمين للصحاب على جهة اليسار للقطعة جهة اليمين على جهة اليسار ثم نقلبه الصحاب بتاعنا ونعاوده الخياطة من الداخل مش تجينا لفينيسيون شابة هنا نبدأ بالجهة جهة اليمين للصحاب على جهة اليسار للقطعة بهذا الشكل نزيده نفس الشي بالنسبة للقطعة الثانية الوجه على الوجه وجهة اليسار للصحاب على جهة اليمين للقطعة ثم نقلبه نعاوده الخياطة من الداخل مش تجينا لفينيسيون شابة بهذا الطريقة ونزيده نثبته الصحاب بتاعنا من تحت هنا نقص الزائد ونحرقه بالولاعة مش ميت تفتحناش بهذا الشكل إذن البرتموني تعنا هكذا يجي البنت نلسقه هذو الأطراف على القاعدة نجيبه هذو الجوانب بهذا الشكل إذن نشوفه الطريقة هكذا نخيطه هنا البنت نجيبه منتصف تاع القطعة هذي ونعينه بالصيالة ونديره منتصف القاعدة منتصف هذو القاعدة نطبقه هكذا للقطعة بهذا الشكل ونعينه منتصف تحه عاديكم نبدأ نحطه الوجه على الوجه ومنتصف القطعة الأولى على منتصف القاعدة نبدأ نخيطه نديره بوان داعي أول شي بش ما تحلل ناشى ذيك الخياطة ونخيطه هناك نحب ندور نهز الميك بالساعي وندور القطعة تاعي بهذا الشكل نحطه الميك بس ونكمله الخياطة إذن تابعوا الخياطة بهذا الشكل بورتموني هذا البنت سهل قيصة تاعي صحيحة أي وحدة تقدر تخدمه أي وحدة تقدر تخيطه هذا الفكرة اقتبست هنا يا من واحدة القناة أجنبية عجبتني الفكرة حبيت نجربها معاكم وكما قلت لكم لابنات يصلح كم مشروع أيضا مشروع مصغر الماكيثاتي في البيت كما تقدري تديريه لبنتك وتعلقاه في المحفظة انتحا إذن هنا البنت ناخذ قطعة فيها 14 سنتيمتر 14 على 3 سنتيمتر ونخيطوها بهذا الشكل هنا البنت تساكود وما زل ماكملنا لوش الخياطة تاعو من الخلف نجيو المنتصف تاعو نعينو المنتصف هكذا بهذا الشكل ونجيبو القطعة تاعنا وندخلوها للداخل هكذا البنت ونخيطوها ونحاولو انها تجيو في المنتصف ونخيطوها هي أولا نكملو خياطة تال بورتموني تاعنا هنا بعد ما كملنا نقلبوه بهذا الطريقة هنا البنت إذا بغيت تزيني به محفظة بنوتك تقدري تحشيه بلاوات باهي بان بشتبان لفار متاعو إذن بهذا الطريقة والتزين أيضا اختياري هنا جبت قطعة طول تحها 16 سنتيمتر على 7 سنتيمتر إذن نعينو خطوط متساوية بهذا الشكل بشتجينا الشوشة تاعنا معدولة درت نصف سنتيمتر حكذا من بعد نقصوهم بهذا المقص الصغير بهذا الطريقة حتى نقصوهم كامل إذن هنا بعد ما قصيناهم كامل نجيو للشاريط الأول ولسقوه في الصحاب إذن تصورت على الأولى مكانش واضح مليح عاودت معكم هذه الثانية إذن لسقوه هكذا الشاريط الأول بهذا الطريقة ولسقوه هكذا بالبيستولي حكذا بهذا الطريقة من بعد نحاول أنه ندوره باش نتحصلوا على الشوشة إذن البنات كما قلت لكم إذا حبيتوا الفارم تعودتكم بينا هذا الساكودو أحشوه فقط باللاوات ولا بالقطن يجيش شكلتهم مليح وميجيش مرخوف إذن هنا البنات في الأخير زينتوا فقط بالسيس خاص تقدروا تديروا الحاشية والسقوه بمسدس اللاسق بالبيستولي بهذا الشكل بالنسبة لبنات الحابين يديروه كمشروع الثمن تعوه يختلف من منطقة إلى أخرى ثمن تعوه بين 15 ألف وعشرين ألف وبالتوفيق للجميع إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله